السلام عليكم طلابي الأعزاء الله يعطيكم العافية رح بقدم لكم بهذا الحصة الشرح قاعدة اليد اليمنى أي استخدام إيدك اليمين لتحديل اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن تيار كهربائي يمر في سلك طويل أو لا نهائي الطول طيب قبل لا شرح قاعدة اليد يمنى بدي أوضح لك المحاور إحنا المحاور عندنا ثلاث اللي إن X و Y و Z فبالتالي بدك تخلي في بالك لما تستخدم إيدك اليمين على يمينك على يمينك X موجب على يسارك X سالب قدامك Y موجب وراك أو خلفك Y سالب متفكين كمان مرة X موجب X سالب إلى الأمام Y موجب إلى الخلف Y سالب هلأ بظل عندي Z موجب و Z سالب باتجاه الناظر إذا كفت إيدك هاي كفت إيدك أو الزد الموجب خلينا نقول ملناش نجيب سرد كفت الإيد مبدئيا الزد الموجب باتجاه الناظر يعني نحوك جاي نحوك تمام طيب والزد السالب بدي يكون مبتعد عن الناظر أي للداخل إذا كمان مرة زد الموجب بعينك جاي والزد السالب بدي يكون بعيد عنك طيب خلينا نشوف بعد ما عرفت كمان مرة يمينك X موجب يسارك X سالب لقدام Y موجب لتحت Y سالب بعينك أو باتجاه الناظر زد موجب و مبتعد عن عينك يعني للأعلى Y موجب زد موجب وللأسفل زد سالب هاي من التفكين للأعلى زد موجب وللأسفل زد سالب بعرفنا المحاور بعدين ما هي الخطوات خطوات قاعدة اليد اليمنى واحد الأربع أصابع أو سيبكم الأربع أصابع خلينا نبدأ بأصبع الإبهام أصبع الإبهام نحو التيار بدك توجه أصبعك الإبهام هذا اسمه إبهام تمام بدك توجه نحو التيار حاننا نفترض هي السلكب من مر في تيار اي ل Jae بدك توجه أصبعك الإبهام نحو التيار وجه هو بهذا الشكتر هياته نحو التيار بهذا الشكتر طيب وجهنا اثنين الأربع أصابع الأربع أصابع نحو النقطة تمام خلينا أخذ نقطة هون هياتة نقطة أسميها إياه كمان مرة أصبعي خلينا أرفع الكاميرا شوي هي أصبعي نحو التيار أربع أصابع نحو النقطة تمام اللي بدي يحدد اتجاه المجال راحت اليد راحت يدك نحو بي او تحدد بي هي اللي بدي هتحدد لك بي فانت تطلع اصبعك نحو التيار اصابعك الاربع نحو النقطة راحت يدك لتحت ايش يعني لتحت للزد السالب كمان مرة اذا راحت اليد اجت بوجهك بتكون بالزد الموجب اذا راحت اليد لتحت بتكون بالزد السالب فيك بستنتج انو بي بالزد السالب اذا بي بالزد السالب او احنا منتبع طريقة ثانية بسموها المحاور منرسم قص صغير من التيار للنقطة منسأل حالنا سؤال تيار بالواي النقطة بالاكس ما هو المحور المتبقي زد مع عقار بالساعة سالب فكيلا الحلين صحيحين خلينا ننتقل لمثال اخر نفترض يا جماعة الخير انو في عندي كذا نقطة مننوخذ النقطة اي هون مثلا هلا حلينا اي على اليمين خلينا نوخذ سلك بالواي تمام ونوخذ نقطتين نقطة اي ونقطة بي بحيث يكون مثال عن مثالين طيب هاي النقطة شو بتقولي القاعدة بتقولي القاعدة اصبعي معي التيار بدي اضع اصبعي معي التيار هلا اذا وضعت اصبعك معي التيار بهذا الشكل كي بدك تجيب اصابعك الاربعة نحو النقطة ما بتقدر جيب اصابعك الاربعة نحو النقطة كمان مرة ضع اصبعك الابهام نحو التيار اصابعك الاربعة بروح نلغاد تمام للإكس موجب للإكس سالي فبالتالي يجب أن أضع أوصبح الإبهام بهذا الشكل إذن لما أقول لك ضع أصبعك الإبهام يا بتضعوا بهذا الشكل يا بهذا الشكل طيب لو وضعتك بهذا الشكل أصابعك الأربعة سأخذرون للإكس المجاوب ومستحيل تقوم DV توديني للنقطة حتى لو كنت معوّك إلا إذا بتستخدم يدك الشمال فبالتالي أصبعك الإبهام نحو النقطة ليس بهذه الطريقة بهذه الطريقة هيك أصابعك الأربعة راحن للنقطة ليت بالإكس السالب طيب وراحت يدك وين جاي؟ جاي بوجهك فبالتالي بوجهك يعني بالزد الموجب فبي عند النقطة إيه؟ بالزد الموجب طيب نيجي للنقطة B طيب هلأ بدنا نيجي للنقطة B أصبعك معي التيار أصابعك الأربعة بدك تجيب هنا هاي بالزد الموجب كيف بدنا نخلي الأصابع الأربعة بالزد الموجب؟ أنا مش عارف لو بدك تخلي أصبعك هيك مستحيل تجيب أصابعك الأربعة للزد الموجب إذن لازم يكون أصبعك بهذا الشكل وهي أصابعك الأربعة بعينك هي أصابع الأربعة بعينك يعني بالزد الموجب راحت يدك لوين؟ هيا لوين؟ للإكس الموجب فبيطلع بي عند النقطة بي بالإكس الموجب كمان مرة أصبعي لو وضعته بهذا الشكل أصابع الأربعة بنزلين لتحت أنا ما بديهن لتحت بديهن لفوق فبالتالي أصبعي لازم أضعه بهذا الشكل باين بعينك وهي راح يتيدي لوين للإكس الموجب هياتها لوين للإكس الموجب فبالتالي بي لإكس الموجب أو بتقول درس مقوص صغير من التيار للنقطة التيار بالواي النقطة بالز المحور المتبقي عكس عقار بالساعة موجب لبعده طيب خلييني يجي لهذا المثال عندي برضو كمان نقطتين اللهم صلى سيدنا محمد طيب بدك خلي أصبعك مع التيار هاي أصبعي مع التيار تمام هاي أصبعي مع التيار أو خلي نحل عند النقطة اي هاي النقطة اي كمان مرة أصبعي مع التيار أصابعي الأربعة كي بدأ أوجههن للنقطة اي تمام كان أصبعي مع التيار هاي أصبعي مع التيار أصابعي الأربعة نحو النقطة هاي أصابعي الأربعة نحو النقطة هاي أصبعي مع التيار أصابعي الأربعة نحو النقطة راح تيدي لوين لتحت ايش يعني لتحت ايو السادي يعني للزد السالب فبالتالي بي عند النقطة اي نحو الزد السالب واضح او قوس صغير بنتار لنقطة اكس وواي مشغولات المحن تبقي زد مع عقار بالساعة سالب طب خلينا نفحصها عند النقطة بي كمان مر اصبعي معي التيار هلأ بدي اصابعي الاربع نحو الزد السالب فبالتالي لو وضعت انا اصبعي بهذا الشكل راح اصبعي بهذا الشكل هايو نحو التيار اصابعي الاربع لتحت هايين لتحت نوز بلزم ارفع الكاميرا اكتر من هيك باكترش طيب مش مشكلة هاي اصبعي واصابعي الاربع على تحت واشوفك راحة ايدي لوين شوف راحة ايدي لوين لا فوق اصبعي لهون راحة ايدي لهون فبالتالي نحو واي الموجب راحة يدي طلعت نحو واي الموجب فبالتالي بي عند النقطة بي نحو واي الموجب كمان مرة او ارسم قوس صغير بنتار لنقطة عكس حقار بالساعة الموجب ال اكس والزد مشغولات اذا الواي أو باستخدام قاعة اليد يومنا أوضحها بزيادة خطوة طيب خلينا تحكم بالجوال بإيدي مش بستاند كمان مرة الأربع بالنسبة للنقطة بين أصبعي أصبعي بدي كون نحو التيار طمام أصابع الأربع بهذا الشكل كمان مرة أصبعي نحو التيار حيو أصابع الأربع نحو الزد السالب الزد السالب لتحت هاي أصبعي نحو التيار أصابع الأربع نحو الزد السالب وراحة يدي تطلع لاوين لفوقك على الواي موجب خلينا ننتقل لآخر مثال تمام؟ افترض إنه التيار نحو الزد الموجب إيش يعني نحو الزد الموجب؟ يعني أصبعي لابدي يكون للأعلى وصابع الأربعة نحو النقطة هاي نحو النقطة راح تيدي لوين نحو إكس السالب فبستنتج المجال المغناطيسي عند النقطة بي بنناقص إكس أو رسم كوسكي من التيار للنقطة زد وي مشغولات اللي بيضل إكس مع عقارب الساعة السالب عند النقطة إيه كمان مرة هاي أصبعي نحو الزد الموجب بس أوبس بيبدأ اضطرق وفطي هاي أصبعي نحو الزد الموجب أصابع الأربعة نحو النقطة تمام؟ راح تيدي بتحدد المجال المغناطيسي أصبعي نحو الزد الموجب أربعة سابع نحو النقطة راح تيدي للواي الموجب فبتطلع بي عند النقطة إيه بي عند النقطة إيه بالموجب وي أو أرسم كوسكي من تارل النقطة زد و اكس مشغولات واي وعكس حقار بالساعة مودة طيب خلينا نفترض انه اعطاك التيار اعطاك التيار مجهول والنقطة ايه هيتها وقال لك المجال المغناطيسي عند النقطة ايه بي عند النقطة ايه بالناقص زد اوجد اتجاه التيار بالسلك فانت بتيجي بتقول مين اللي كان يروح مع التيار اصبعي هلأ اصبعي ما بعرف وين مصيره طيب انا بعرف الاربع اصابع مع النقطة هياتهم وبعرف التيار بالزد السالب اذا لازم عكس ايدي لانه راحت ايدي لازم تكون لتحت واصبعي هذا بحدد التيار هي اصبعي نحو التيار فبيطلع بال بالموجة بواي كمان مره اذا اعطاك بي وخفة ايه شو دك تساوي بتقول الاربع اصابع نحو النقطة راحت ايدي نحو المجال اللي هو تلتحت بالزد السالب وأصبعي نحو التيار ننتقل لمثال أخير شوف يا أستاذي افترض هاي السلك وين موضوع السلك السلك موضوع بالزد بس تياره مش معروف وكلك يا أستاذي كاتجاه وكلك المجال المغناطيسي عند النقطة إيه بالموجة بواي معنى ذلك أصبعي بدي يكون نحو التيار بس للأسف التيار مش معروف فأصابع الأربعة نحو النقطة هاي أصابع الأربعة نحو النقطة راحة يدي لازم تكون للموجة بواي تمام راحة يدي يعني بهذا الشكل هاي أصابع الأربعة نحو النقطة كمان مرة هاي أصابع الأربعة نحو النقطة راحة يدي نحو الواي الموجة وأصبعي لوين جاي الجاي لتحت إيه شعني لتحت يعني بالزد السالب إذن بي إذن آي لازم يكون بالزد السالب آي يجب أن يكون بالزد السالب أو بتيجي أنت بتقول حسب قاعدة المحاور لازم أرسم كوس عكس عقار بالساعة لازم أرسم كوس عكس حقار بالساعة عشان يطلع معي موجة عكس حقار بالساعة إذا حطيت الساعة من هون هاي كوس مع عقار بالساعة لا ما بدي إذن لازم يبكى التيار هون وهاي كوس عكس عقار بالساعة فبيطلع عندي التيار بالزد السالب الله يعطيكم العافية شكرا لكم هيك بنكون وضحنا اتجاه المجال المغناطيسي الناشع عن تيار يمر في سلك مستقيم باستخدام قاعدة اليد اليمنى وباستخدام المحاور أي ملاحظة التواصل معه على حسابه وشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية